اعلن السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن جملة من مستجدات عمل الغرفة للمرحلة المقبلة والتي تتضمن عددا من البرامج المستحدثة الهدفة لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين حضره نخبة من رجال الأعمال ومسؤولي الغرفة وعدد من ممثل قطاع الصحافة والإعلام المحلي نحو دعم وتعزيز مسيرة قطاع الأعمال في مملكة البحرين أعلنت غرفة البحرين عن جملة من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المجتمعي لتعزيز المسؤولية المجتمعية لجميع رواد الأعمال بمختلف فئاتهم طبعاً المؤتمر الصحفي مركز بشكل كبير للمشاركة المجتمعية وبرامج العقوبة البديلة وتدريب الشباب في قاة الأربعة عشر سنة وهذا على كيفية العمل في المؤسسات الخاصة وتدريبهم وصقلهم للمستقبل إن شاء الله لدخلوا سوق العمل في البحرين نحن نشوفها هذه من الأهداف المغيبة عندنا في الغرفة ونحن نشوف أن هذا دور اليوم الغرفة خطاع التجاري ورجال الأعمال يكون لهم مشاركة في المساهمة في عمل الأمور المجتمعية هذه إيماناً بأهمية العمل الجماعي والشراكة المجتمعية أوضحت الغرفة خلال مؤتمر صحفي اهتمامها بالمسؤولية الكبيرة في دعم مختلف فئات المجتمع المشاركة في مسيرة مجتمع الأعمال من خلال جملة من البرامج المتخصصة لعدد من القطاعات الواعدة للنهوض بها وتعزيز دور المواطن فيها اليوم نحن يعتبر أن نزبلنا مثل العرس أنه هو الإعلان عن اكتمال التشكيل الكامل للعشر لجان اللي عندنا الدائمة واللي هي بتركز على برنامج طموح كان قام بعملة مجلس إدارة حالية ليعتمد على 22 مبادرة 11 مبادرة منهم هي على الاستدامة و11 مبادرة هي النماء فننظر إلى التحديات الموجودة بالسوق وكيفية التعامل معها وكيفية في الآخر نصل للحل اللي بتعاون مع اللجان اللي هي في الآخر هي نبض الغرفة وتصبل التواصل مع التجار متحدثون مؤتمر الصحفي شددوا على الدور المحوري للسلطة التشريعية في المشاركة الفاعلة في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية الاقتصادية حيث أعلنت الغرفة عن برامج متخصصة لتدريب ورفع كفاءة المترشحين لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة مبادرات من الغرفة راح تنطلق قريبا إن شاء الله وهذه المبادرات راح تدعم القطاع الاقتصادي في البلد وطبعا من أبرز النقاط اللي شفتها هنا من هالخمس نقاط هي العقوبات البديلة ومبادرة تطوير المهن للبحرينيين فهذه طبعا نفس ما ذكرنا راح تكون مهمة جدا للاقتصاد الوطني وتدعم مملكة البحرين والمواطن البحريني مبادرات رائدة وبرامج نوعية متخصصة تطمح الغرفة لتنفيذها إيمانا بدورها كشريك مجتمعي فاعل حريص على تعزيز كفاءة مجتمع الأعمال في مملكة البحرين سعيا لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني جاءت هذه البرامج المتنوعة لتعزيز اقتصاد المملكة في إطار استراتيجي طموح ورؤية واضحة وهادفة تعزز من شراكة الغرفة ودورها المجتمعي على نطاق واسع يحجى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة